اهلا بكم الى مجز اخبار الان ننجحت قوات سوريا الديمقراطية في تحرير نحو 45% من مدينة الرقة منذ انطلاق عملياتها العسكرية هناك ضد تنظيم داعش وقالت المتحدثة باسم حملة تحرير الرقة ان سوريا الديمقراطية حررت ثمانية احياء في المدينة بعد مرور 47 يوما على انطلاق العمليات العسكرية شنت الطائرات العراقية ضربات جوية على مواقع لداعش في قضاءة العفر تمهيدا لانطلاق العمليات العسكرية لتحرير المنطقة بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع العراقية وقال المتحدث باسم الوزارة ان الضربات استهدفت مواقع لتجمعات التنظيم ما ادى الى حدوث ارتباك كبير في صفوف افراد داعش اصدرت الدول الداعية لمكافحة الارهاب السعودية والامارات والبحرين ومصر قائمة جديدة لافراد وكيانات ارهابية تضاف الى قوائم الارهاب المحظورة لديها واكدت الدول الاربع ان النشاطات الارهابية لهذه الكيانات ذات ارتباط مباشر او غير مباشر بالسلطات القطرية اعلن مسؤول في الامم المتحدة ان 30% فقط من مساعدات ضرورية تم جمعها للاجئين الفارين من جنوب السودان ما يثير مخاوف من توقف تلك المساعدات وفر نحو مليوني مواطن من جنوب السودان وقتل عشرات الالاف منذ اندلاع حرب اهلية قبل نحو اربع سنوات اعلنت وزارة الدفاع الامريكية ان الجيش الامريكي يستعد لاجراء تجربة اخرى لمنظومة اعتراض الصواريخ فاد في الاسكا وسط استمرار التوتر مع كوريا الشمالية واجرى الجيش الامريكي في وقت سابق تجربة ناجحة لمنظومة فاد لاعتراض هدف متوسط المدى اجتحت فيضانات اجزاء كبيرة من ميانمار وشردت اكثر من مائة الف شخص واسفرت عن قتل اثنين وارتفع منسوب المياه بالطراد منذ بدأت الامطار الموسمية الغزيرة في وسط ميانمار مطلع الشهر الجاري ما دفع البعض الى لجوء الى مناطق مرتفعة اعتقلت شرطة الايطالية شقيقين يشتبه في انهما سرقا عشرات الصرفات الالية بينما كان كل منهما يضع قناعا للرئيس الامريكي دونالد ترامب ويعيد ذلك الى الاذهان فيلم بوينت بريك الذي تقوم فيه عصابة بوضع اقنعة لرؤساء امريكيين سابقين اثناء سرقة البنوك اشتركوا في القناة